وسط استقطاب كبيرا في الشارع التركي أعلن عن فوز كاسح في الانتخابات المحلية لصالح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الحزب الحاكم احتفظ ببلدية اسطنبول وفي العاصمة أنقرة استطاع التفوق على حزب الشعب الجمهوري المعارض ببضع آلاف من الأصوات عن ردة فعل الشارع يقول هذا المواطن كان ذلك واضحا مهما كان عدد الأصوات التي خسروها ولا يبدو أنهم خسروا شيئا هذا ما كان من المفترض أن يحدث عيون الأتراكيز شخصت إلى خطاب الانتصار الذي ألقاه أردوغان ليلة أمس لكن الجميع لم يكن مقتنعا بذلك الفوز وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن احتمال حدوث تلاعب في الانتخابات لماذا لا يستطيع حزب الشعب الجمهوري المعارض زيادة أصواته لأنه لا يملك المال للقيام بذلك يقول هذا المواطن هذا هو سبب قوة أردوغان إنه يقوم بتوزيع المال والوقود لذلك يفوز هذا ما يعتقده شعبنا الفوز الكاسح للعدالة والتنمية يكرس الحزب وسياسته كقوة لم تخسرين انتخابات منه تسلمه دفة الحكم في العام 2002 يقول موراد سوميرا المحلل السياسي قد يرى رئيس الوزراء بهذه النتائج دعما لسياساته كما أظهر خطابه فإنه قد يفسر نتائج الانتخابات على أنها شرعنات لخطابه القومي وخطابه الديني ولسياسته الاستبدادية الانتخابات هي الأولى التي تشهدها تركيا منذ احتجاجات ضخمة في يونيو حزيران الماضي وفضائح الفساد التي طالت الحكومة التركية اشتركوا في القناة